تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزياد من السعر الرسمية هذا وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 245 قضية تمونية بمضبطات أكثر من 14 طن مواد غدائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 3 أطنان سلع غدائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمية للسلع الغدائية تم ضبط أكثر من 7 أطنان كما تم ضبط قرابة 4 أطنان دقيق مدعم في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط 240 قضية من بينها 61 قضية خبز ناقص الوزن و71 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر